السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونكمل مع بعض حل مسائل القوة المغناطسية بيقول لي يتحرك جسيم شحنته 20 ميكرو كولوم مديني الشحنة بالميكرو كولوم ونحن عارفين طبعا كلنا ان الكيوهايب نضرب في 10 أس سالب 6 عشان تبقى بالكولوم تمام على امتداد محور X بسرعة 50 متر عالثاني دي السرعة وقال لي ان السرعة ديت موجودة فين في اتجاه X في اتجاه محور X وطالما 50 يعني في اتجاه محور X للمجا فدخل مجالا مغناطسيا مقداره مديني البيكا متجه يسوي 0.3 Y زائد 0.7 Z يعني المجال مدهوني في البعدين Y و Z بوحدة التسلا اوجد القوى المغناطسية المؤثرة في الجسيم مقدارا واتجاه كلنا طبعا عارفين القانون يا شباب هكتبوه في حطة الغيرة هنا عشان محتاج مساحة معايا ان الـ F كمتجه بيساوي Q دي كمية قياسية مضروبة في الـ V ضرب اتجاهي الـ V كفكتور تعالى نمسك الجزء اللي هي بتاعة V في B ده ده ضرب اتجاهي ضرب اتجاهي مش ضرب قياسي انا عايزك تتعلم معايا الضرب الاتجاهي تيجي نتعلمه مع بعض انا هضرب دلوقتي V كمتجه في B كمتجه وهنضربهم مع بعض ضرب اتجاه خلي بالك هو متجهي الـ V متجهي الـ V بيساوي ايه؟ بيساوي خمسين في اتجاه X زائد صفر في اتجاه Y زائد صفر في اتجاه Z ده كده اسمه متجه السرعة ومتجه المجال بيساوي صفر في اتجاه X ما عنديش في X حاجة زائد 0.3 في اتجاه Y زائد 0.7 في اتجاه Z خلي بالك انا كتبت المتجهين قدامك في 3 دايمينشن X Y و Z احنا ازاي بندرب ضرب اتجاهي بطريقة رزيزة قوي انا باخد معاملات المحاور اللي هي X Y و Z واكتبها مرتين جنب بعض بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هقول هنا كده اكتبيه على جنب هنا طلع وراء وقلع مكتب الكلام ده ادي خمسين دي بتاعت الـ X اسيب مسافة صفر دي بتاعت الـ Y اسيب مسافة صفر دي بتاعت الز يعني كتبت خمسين صفر صفر وبعدين كررهم كمان مرة خمسين زيرو زيرو احنا كده كتبنا الاحداثيات X و Y و Z مرتين يعني الخمسين هذي اللي هي X الزيرو دا اللي هو Y الزيرو التاني اللي هو Z وبعدين خمسين X Y Z انا باعلمك طريقة سهلة ان شاء الله في الضرب الاتجاه واجي على المتجه B اكتب برضو المعاملات بتاعته تحت الـ X والـ Y و Z يعني الـ X عندي بصفر الـ Y بزيرو بوينت ثلاثة الزد زيرو بوينت سبعة انا بكتب كده يا شباب معاملات الـ B وبعدين نعيد الكلام تاني صفر زيرو بوينت ثلاثة زيرو بوينت سبعة وبعدين تعمل ايه بقى اتركز في الكلام اللي انا هقوله ده هنعمل ايه اسبني من الصف الاولان اللي هو X ده باجي بابدأ من عند الـ Y هقول صفر ضرب زيرو بوينت سبعة يعني هكتب كده صفر ضرب زيرو بوينت سبعة ادي صفر ضرب زيرو بوينت سبعة ناقص في الاتجاه الاخر صفر في ضرب زيرو بوينت ثلاثة صفر ضرب زيرو بوينت ثلاثة عارف لما تعمل دول كده عملية حسابية الاتنين دول مع بعض يديني القيمة في اتجاه X طبعا تطلع صفر بس انا بشرح لك انت هتعمل ايه بالزبط يعني هذا كده في اتجاه X طب يلا تعالى نعمل اتجاه Y ده كده اتجاه X اتجاه Y هني عملها بقلم وليه يكون الاخضر ببدأ من عنده يعني انا عملت هنا صفر في زيرو بوينت سبعة ناقص صفر في زيرو بوينت ثلاثة هبدأ من هنا كده صفر ضرب صفر ناقص خمسين في زيرو بوينت سبعة يعني القصة التانية اللي هو بتاع محور Y هيبقى صفر شايف المؤشر معي صفر ضرب صفر ناقص خمسين ضرب زيرو بوينت سبعة يعني صفر ضرب صفر ناقص خمسين ضرب زيرو بوينت ايه سبعة يبقى احنا كده جبنا محور Y طب محور Z نجيب له قلم تاني وليه يكون القلم الاسود هذا وهنكتبها في اي حتة هنكده عايز اجيب اتجاه Z هنمسك يلا خمسين في زيرو بوينت ثلاثة ناقص صفر ضرب صفر يبقى هنكتبها هنا كده خمسين ضرب زيرو المكان ده مش مكفي ممكن مش باين قوي هنكتب محور Z هنا على جنب يا شباب خمسين ضرب زيرو بوينت ثلاثة ناقص صفر ضرب صفر كل ده في اتجاه محور Z يبقى انا دلوقتي حاصل الضرب الاتجاه لمتجه السرعة بي في متجه المجال بي اداني القيم دي لما اعمل ده بالقل الحسبة اللي انا ماشي عليه بالمؤشر ده جنبه X وهذا لما نعمله بالقل الحسبة اكتب جنبه Y وهذا لما نعمله بالقل الحسبة يطلع جنب A Z يعني خلي بالك بعد ما تحسب الحسبة ديت هتلاقي ان حاصل الضرب بتاع المتجهين دول اللي هو ضرب 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 اتجاه بي هيساوي تعالي نمسك صفر في صفر بصفر صفر في زيرو بوينت سبعة بصفر وصفر في سلب زيرو بوينت ثلاثة بصفر هيديني زيرو في اتجاه تمام خلي بالك اتجاه صفر في صفر بصفر ناقص خمسين في زيرو بوينت سبعة هتعملها بالقل الحسبة بتاعتك هتطلع لك كام سالب خمسة وتلاتين في اتجاه جميل قوي نمسك زد خمسين في زيرو بوينت ثلاثة يطلع كام خمستاشر ناقص صفر يعني تطلع موجة بخمستاشر في اتجاه زد راجع بالراحة تاني الفيديو مرة واتنين عشان تعرف ازاي تتعلم طريقة الضرب الاتجاه طب بعدين يا مستر بعد ما جبت ال V ضرب ال B نبدأ نضربهم في القيمة القياسية اللي هي يعني هضرب مرة في الصفر هضربها مرة في السلب خمسة وتلاتين هضربها مرة في ال A في الخمستاشر ابقى انا كده جبت المتجه بتاع القوة ابقى انا كده جبت المتجه ال A يعني معنى كده يا شباب ان ال F هتساوي ال Q اللي هي عشرين فعشر قص سالب ست مضروبها في مين يا مستر في سالب خمسة وتلاتين Y اسحبها على X ما هي ال X بصفر زائد خمستاشر Z احنا كده بالقل الحسب هنضرب عشرين في عشر قص سالب ست ضرب سالب خمسة وتلاتين هتديني كام هتديني سالب سبعة فعشر قص سالب اربعة في اتجاه Y زائد صغير فسامحوني هاخد فاصل قصير بحيث انا نرتب مكان اوسع عشان نكمل اجابة السؤال تمام احنا كده جبنا مع بعض القوة كفكتور كمتجه عايزين مقدار القوة فبيتعامل ازاي شباب بنقول ان مقدار القوة ال F هادي كده وتعملوا عليها سهم المتجه داخل مطلق بيساوي الجزر التربيعي لX تربية زائد Y تربية زائد Z تربية طب انا هنا ما عنديش أساس غير Y وZ يبقى خلاص يبقى سالب سبعة فعشرة أسسالب أربعة الكل تربيع زائد تلاتة فعشرة أسسالب أربعة الكل ايه تربيع تعملها بالقالة الحسبة يبقى انت كده عندك مقدار القوة انا كده هنجيب المقدار بتاع القوة يساوي سبعة وينت ستة واحد ستة ضرب عشرة أسسالب أربعة نيوتن دفعنا ده مقدار القوة المؤثرة على هذا الجسيم المشحون كانت طبعا في بعدين وي وزد بنحتاج نحدد للاتجاه بتاع القوة بنقول ان الاتجاه بيجي بزاوية ثيتا يبقى كده أكيد عارف انت القانون بتاع ثيتا تساوي تان انفيرس تان استسالب واحد مفروض وي على اكس وسان عندي زد وي يبقى زد فف زد على فف اي وي يبقى ثيتا تساوي تان استسالب واحد زد اللي هي قيمتها كام ثلاثة فعشرة استسالب اربعة وي اللي هي قيمتها كام سبعة فعشرة استسالب اربعة يبقى الزاوية بتساوي كام يا دكتور بتساوي تلاتة وعشرين بوينت اتنين درجة هتقول لي طبعا انا مش متخيل الكلام ده وانت لازم تبقى اللي هي الزاوية دي فين وفين زد وفين اكس وفين واي اقول لك عادي خالص تعالى نرسم هنا كده الاحداثيات بتاعتنا احنا اتفقنا مع بعض من شوية ان لو عندي الثلاثة احداثيات بنعمل هذا محور واي وهذا محور اكس وهذا محور زد ونكتب عليهم الاسامي بتاعتهم ادي ده واي ماشي وده واي البوزيتف ودوة الاكس البوزيتف وهذا الزد البوزيتف تمام خلي بالك يا دكتور احنا جبنا الزاوية فين دلوقتي كانت موجودة سالب سبعة بوينت زير اربعة يعني كانت ناحية واي السالب الناحية دي كده ادي دي سالب سبعة فعشرة وسي سالب اربعة وكان معاها موجة بزد تلاتة يعني هنطلع لفوق تلاتة كده يعني اتجاه القوة هيبقى كده ده اتجاه الاف بي اهو ده اتجاه القوة ما بين مين ما بين واي السالب وزد الموجة ده اتجاه الاف بي طب الزاوية بتاعتي موجودة فين موجودة هنا هي دي زاوية سيتا ايش معنى إلا عرفك ان دي زاوية سيتا عشان احنا خدنا زد على واي التان بتساوي مقابل على مجاور المقابل اللي هو هذا ده زد المجاور اللي هو هذا اللي هو واي ده فأنا كده يبقى دي زاوية طب واصلا كان المجال فين المجال نفسه في المسألة كان زيرو بوينت تلاتة واي وزيرو بوينت سبعة يعني كان في الواي الموجب والزد الايه الموجب يعني كان اتجاه بي كده ده اتجاه بي هذه اتجاه المجال بي وطبعا كانت السرعة في اتجاه اكس الموجة بقيمة خمسين يعني السرعة كانت في هذا الاتجاه هذه السرعة على اسمها طبعا في ثري داي منشن عايزة منك تخيل وشغل عالي شغل المهندسين والدكاترا ان شاء الله بتوار المستقبل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته